احنا اليوم بصدد تناول واحد الحاجة لعكرات المزاج ديالنا وعكرات صفوة الاحلام ديالنا وعكرات الخواطر ديالنا احنا ناس متضررين من الفساد واحد الفساد اللي استشرق وبطريقة كبيرة وصار اصبح واليوم اصبح من الصعب محاربة شو في وزارة الهدل وتبين هذا من خلال مباراة المحابات او المحامات لنيل امتحان ولوج شهادة مزاولة المحامات احنا اليوم كنعيش نفس الحاجة في مباراة المنتدبي القضائيين احنا اليوم كنعيش نفس الحاجة في وزارة المحامات وقاعدنا ذاك الامل ديال اننا راه ممكن ما كناش موجدين مزيان راه ممكن المعرفة القانونية ما زال محتاجة الواحد العمل وما زال محتاجة الخدمة وما زال محتاجة مشينا صهرنا وضربنا تامانا وآمننا راه ممكن لو وجدنا كتر وممكن لصهرنا كتر وممكن لكانت ليالي بيضاء كتر نقدره نولجوا هذه المهن دووزنا المفوضي القضائيين جاب الله الشافوي دووزنا الشافوي جينا تعنوا عن نتائج ملقيناش الأسماء ديالنا ورغم ذلك لم نتكلم بشينا لديورنا ريحنا راجعنا أنفسنا قلنا ممكن عندنا خلل ونعالجوه من بعد حفظنا عوتان ووجدنا ليالي بيضاء ما كن نعسوش لدرجة أن الوجوه لدينا الله فاكره ما هي هذه الوجوه اللي تشوف دابق لدينا وجوه ديال التعب وعدم النوم والاستقعاد المبكر وتامارة والشغال في مهن لا علاقة بالتخصص ديالك جينا دووزنا مباراة المنتدى بين قضائيين جاد إعلام النتائج الكتابي طلعنا في الشافوي ويستبشرنا خيرا دووزنا الشافوي كيف نكيف عباد الله ممكن تكون عندنا شوية الارتباك شوية الخجل شوية نتائج فإذا بنا كانت تفاجأه بأسماء أبناء مديري المديريات وبأسماء رأساء الأقسام وشخص عنده سجل إجرامي حافل أنه وتاني حاجة السين القانوني ديال 45 سنة ما كيتوفرش عليه لتشم التنصيص عليه في التوصيف ديال إجراء مباراة منتدى بالقضائيين نحن اليوم ما يمكن لنا لتجاوزنا الفساد ديال امتحان المحامين على أساس أنه غيكون إصلاح وليوم ما كلمسوش إصلاح رابع أنه نتهد الفساد في مباراة المنتدبين غانتجاوزوا وغاد نغمضوا عليه لا نحن لن نطبع أبدا مع الفساد لن نتعايش مع الفساد وزير العدل إلا سألك الصحافي بخصوص مباراة المنتدبين وعلى السن القانوني ديال الشخص الذين يدوز تلك الصراعات السياسية الجانبية لا نظر بها ديال الراهد وكل الناس الذين صيفتهم نحن نرى ما صيفتنا حد نحن نرى ما منتامين حزبيا ما منتامين شي جمعية نحن أشخاص كان آمنوا بالآمل وكان آمنوا بالقرية درسنا وقرأنا وتحت رأي جلالة الملك نصره الله سنحق ذلك اللي حلمنا به شخص بعض العظلام مديريات أو رؤساء السعلية مديريات أو رؤساء أقسام أو أبناء رؤساء حزاب نحن مصرقنا في هذه الأمور ولكن نحن العدل نحن شركاء في هذه الوطن كانت تمتعوا بنفس الحقوق كانت تمتعوا بنفس الواجبات لازم هذا شيء يكون تطبيق ثاني حاجة كان سألوا المؤسسات الدستورية أن تفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن وزير بحال هذا لا بد خاصوا يتفتح في حق و تحقيق لا في المباراة الأولى لا في المباراة الثانية تأي كانت في خرقات تأي كانت في أشخاص المحسوبية والزبونية تأي كانت في أشخاص من تحتها لهذا لن نطبع مع الفساد والإرادة لنا لا نستفيد من الفساد الإرادة لنا هي المحاربة الفساد وإلغاء نتائج المنتدبي القضائيين و لو اقتدى الحال حتى نتائج المحامين نتائج المتحال المحامات دورة الأولى لأنه هو اللي كان فيه الفساد ديال بالصح بفائدة كانت فاجأة برئيس لموش شريف على اللجنة وضع المتحان الاسم دياله توم متواجد من ناجحين كانت فاجأة بأسماء ديال القائمة ديالجمعيات المحامين وجمعيات المفوضين وكانت فاجأة أسماء يعني أسماء مخدومة في غرف مكيفة لا أعرف شيء أننا يعني وله احضرتك يقولك لا انترك ما نجحتيش نحن كنرفض الفساد جملة وتفصيلة وما غاديس نسكتو عليه ونحن اليوم ما بقى نتشي حاجة في حياتنا من غير محاربة الفساد وهذا الوزير ان شاء الله بإذن الله نجروه 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 للمحكمة وان شاء الله نفعله معه ربط المسئولية بالمحاسم اشتركوا في القناة